اسم الله الرحمن الرحيم والسلام على شف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم تحية طيبة وبعد نلتقي معكم في خاطرة جديدة بعنوان الديمقراطية الديمقراطية طبعا هي حركة إنسانية نشأت بعد فترة العلمانية وهدفت إلى الوصول إلى الحكم الرشيد عن طريق دنياوي إنساني بعيد طبعا عن أحكام الدين اللي هم أصلا تمردوا عليه في العلمانية وطبعا قبل العلمانية والديمقراطية كانت كل الدول ملكية بالاستثناء وكانت بتحكم عن طريق أسرة ملكية بدحكم منطقة معينة من العالم بتتسع وبتضيق حسب الصراعات بتاعتها مع المناطق المجاورة والسلالة دي بتطنيها تحكم حتى تضعف واستولي على الحكم في هذه المنطقة أسرة أخرى تبدأ أنها تتورث الحكم فيما بينها والحقيقة هي دي طريقة الحكم الغالبة في التاريخ ويمكن ما أطعهاش غير فترة الخلافة الرشيدة اللي ظهرت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم والقعدة حوالي تلاتين سنة أو اتنين وتلاتين سنة حكم فيها طبعا سيدنا أبو بكر الصديق واتلاها سيدنا عمر بن الخطاب ثم سيدنا عصر أثمان بن عفان ثم انتهت بسيدنا عليه ابن أبي طالب في الحقيقة فترة الخلافة الرشيدين شاهدت أن الحكم لا يأتي من خلال سلالة تمام ولكن يأتي من خلال الأفضل الأفضل ده كان بيتختاره جماعة المسلمين اللي هما كانوا موجودين في المدينة المنورة واللي كانوا جلهم طبعا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم واللي يعتبروا كانوا مفاوضين من باية المسلمين باعتبرهم طبعا هما كانوا الأقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأكثر دراية بمن هو يعني الأمثل في خلافة رسول صلى الله عليه وسلم في حكم المسلمين وتسيير أمره والخلافة الرشيدة كمان يعني اللي كان بيمسكها كان بيؤتى في غزم عنه غالبا وكان بيشيل هم هذه الخلافة بيعتبرها مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى ومسؤولية طبعا قدام الناس وبالتالي كان بيضحب أشياء كثيرة جدا من أجل أن يحاول أن يصل إلى المثالية في الحكم والعدل وأنه يكون أمثل الأمثالين وبالتالي كان بيضغط على نفسه وبيضغط على أسرته وبيضغط على كل من حواليه حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب لما يعني أشاره عليه بأنه يوصي بالخلافة إلى ولده عبد الله بن عمر وكانوا بيوصوه بذلك من أجل أن عبد الله بن عمر هو الأمثل مثلا في وجهة نظرهم وليس لأنه ابنه يعني فقال أنه يعني يكفي الخطاب الخلافة واحد بس يعني لأنها شيء متعب جدا بالنسبة لهم ويعتبر هما ضحوا بكل حياتهم اللي هما مسكوا فيها الفترة اللي مسكوها في الخلافة لأنهما ضحوا بكل شيء تمام ضحوا بأي شيء بكل شيء من أجل محاولة الوصول إلى المثالية في الحكم طيب نيجي بقى للديمقراطية ديمقراطية زي ما احنا قلنا أنه لم بعد العلمانية وبعد أنهما ما تمردوا على سلطة الكنيسة هما كانوا مستمسكين عادي بفكرة الملكية ما كانش عندهم مشكلة عموما يعني ولكن المشكلة أنه الملوك وهو في أوروبا كانوا مرتبطين ارتباطا وثيقا بالكهنة وفي الكنيسة باعتبر أنهما كانوا بيموهدوا للناس تقبل أي شيء يقول الحاكم في مقابل أنه الكنيسة كانت بتحكم الناس أيضا وبتتحكم في ثرواتهم وبتتحكم في عقلهم وتفكيرهم وكانت طبعا زي ما احنا قلنا أنها كانوا بحرب العلم طبعا في خاطرة العلمانية احنا تكلمنا في الكلام ده وبالتالي ظهرت الديمقراطية من أجل تصحيح مصاري العلمانية في خصوص التصالح في الحكم مع الملوك أوروبا وأنهما شافوا أنه الأمثل أنك انت تأتي بأشخاص الأشخاص دي ينتخيبها الناس ويختارها الناس وبعد كده يكون فيه آلية لعزلهم أو إعادة تقييمهم من خلال انتخابات أخرى ويطيحوا الفرصة لآخرين أنهما يرشحوا أنفسهم ويعرضوا برامجهم أمام الناس وبالتالي الناس بيبع عندها حرية الاختيار ما بين القديم إذا كان ناجح أو فاشل والجديد اللي بيعرض برنامجه وبيوعد ببرامج جديدة إذن الديمقراطية نفسها هي فكرة ليست سيئة لكنها فكرة زي ما احنا قلنا هي محاولة للوصول إلى الحكم الرشيد لكن عن طريق زي ما احنا قلنا تفكير بشري بحث بدون الرجوع أبدا إلى الدين وما كانش بيفرق معهم رأي الدين آآ أي دين تمام في المواضيع دي لأنه في النهاية كانوا علمانيين زي ما احنا اتفعوا طيب هل فيه خلاف ما بين الدين الإسلامي والديمقراطية عموما آآ والله الموضوع ده طبعا فيه خلاف كثير بين الناس وآآ رأي الفقهاء وغيرهم يعني تمام آآ لأنه بعض ذهب آآ يعني في تطرف شديد لدرجة ان نتهم الديمقراطية بالكفر تمام والاحتكام اليها بالكفر وبعض الاخر تسامح معها وتصالح معها لكن بشروط والبعض ايدها بشكل آآ كامل يعني لكن رأيي ان الخاص طبعا في موضوع ديمقراطية انه في الحقيقة انه في النهاية يحكم ما الاخوة تمام يعني خلينا نكون واقعيين وآآ صارفين آآ اذا غابت آآ اذا غابت دين يعني وغابت الاخلاق وغابت الخوف من الله آآ في قلب الحاكم اللي هو بيتقدم للحكم تمام آآ زي ما كان ايام الخلفاء الرشدين فبالتالي اصبح كل الحكام سواء خلاص آآ فبيفضل بقى انك انت آآ بتحكم آآ بقوطك انت سواء قوة تأثيرك الشخصية تمام او قوة آآ الناخبين بتوعك يعني لو انت منتمي لحزبة معين او قبيلة معينة او شيء آآ يعني او فئة معينة او آآ اغلبية معينة مهم آآ بيدعموك فاذا كانت بدعمك دول اقوياء وآآ كثر تمام فانت مؤهل لانك تحكم بكل سهولة وبساطة لانهم حيدينوا لك بالولاء وبالتالي هي ايه هيساعدوك في تنفيذ برانجك لكن اللي كنت ضعيف سواء في آآ قوة شخصية او قويتك العسكرية او قويتك الحزبية او قويتك الانتخابية فانت بالتالي هتفشل في الحكم آآ ده قعد عامة يعني اذا ان الحكم للاخوة خلاص فطرما ان الحكم للاخوة حتى لو في ممارسات ديمقراطية قوية حتى في دول كبيرة زي امريكا واوروبا وغيرها الحقيقة ان الاخوياء هما اللي بيحكموا ولو من خلف السطار يعني انت بتجد في امريكا مثلا ان احنا عارفين ان اليهود والماسونية وغيرهم آآ ومؤيد اسرائيل هما اللي بيحكموا امريكا من الخفاء تمام آآ بصرف النظر بقى مين اللي بيحكم ومن انهي حزب ومهما كان شخصيته او قراءه الفكرة هنا لانهم متحكمين في المال في الاقتصاد في الاعلام في السلاح في كل شيء تمام في طباعة الدولار في كل شيء وبالتالي فانت كحاكم آآ بتقابلك صعوبات كثيرة جدا في اتخاذ قرارك وانك تكون حر في قرارك وفي تنفيذ قراراتك وبالتالي اذا انت لا تحكم حتى ولو انت في الظاهر الحاكم الشرعي ولك الشرعية وكل شيء وشرعية الانتخابات وشرعية الصناديق وانك انت محاجح حيشي لك ولا حاجة قبل ما تنتهي مدتك ولا حد حتى حيتعرض لك ويقتلك ولا غير ذلك لكن في النهاية انت لا تملك القرار الكامل في الفترة اللي انت بتحكم فيها اذا انت لا تحكم هذه هي القاعدة اللي انا شايف في الحياة وبالتالي فنشأت لو انت في دول دولة فاسدة مثلا وفيها تجار مخدرات وسلاح وإلى غير ذلك وهم الاخوياء وعندهم نفوذ تمام حتى لو في ممارسة ديمقراطية واقعية حقيقية وتأتي بالشخص اللي الناس بتحبه وابتصق فيه وهو فعلا انسان كويس ومخترم فهو لن يستطيع ان يحكم تمام لانه في النهاية هؤلاء سيقفون له بالمرصاد ولايما ينفز اللي هما عايزين ولايما حيعكسوه في تنفيذ قراراته فزي ما احنا قلنا حتى لو هما ما زحوهوش من الحكم ولا عملوا انقلاب ولا عملو له اي شيء تمام فهو اذا لن يحكم بشكل كامل اذا انا رأيي ان الديمقراطية اه بعيدة عن انك انت سواء الناخبين او الحكام بعيدين عن الدين واخرجوا فكرة الدين من الموضوع تمام فبالتالي اصبح انه اه الحاكم اللي حيث به مهما كان شخص وطني او مخلص او كويس او كفر او الى غير ذلك فانا هو لن يستطيع ان يحكم ولكن الاخوياء هم من يحكمون اخوياء بعيد دول سواء كانوا الجيش قوات المسلحة او كانوا ناس مجرمين زي ما احنا قلنا تجار السلاح تجار مخادرات لغير ذلك او كانوا فاسدين رجال اعمال بنفسهم واموالهم او زي ما احنا شفنا في امريكا مسلا لوبي او ماسونية او غير ذلك هم دول في الحقيقة بيحكمه مهما كان الحاكم هو مين ومهما كان فترة او مدة رئاسته ومهما كان قلية عادة انتخابه ومهما كان كل شيء اذا في الحقيقة او الكل واحد يعني سواء انت عايش في مجتمع ديكتاتوري او انت عايش في مجتمع ديمقراطي القوي هو اللي بيحكم تمام وليس الرئيس الشرعي اللي انت انت روح تنتخبه او انت بتأيده ده شخص اذا كان هو القوي هو المسيطر وهو اللي بيحكم اذا هو اللي بيحكم لكن لو هو في نونستانيين اصحاب نفوذ هما اللي موجودين تمام غيره فاذا هما دول اللي بيحكمه وليس الحاكم الشخص اللي قدامك وبالتالي فقصت انه ديمقراطية او غيرها فانا اعتقد ان هي مش هتفرق كتير في مصير الشعوب وان كان طبعا بتبتح الناس حقوق وبتجعل ان الحاكم ما يبتش بمعارض الى غير ذلك لكن في النهاية يا جماعة لن يحكم الا القول هذه هي القاعدة والله اعلم وشكرا لكم وانالتقى ان شاء الله في خطرة جديدة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته